أكد أهم أسباب ارتفاع معدلات الجريمة لسيما ما يتعلق بارتفاع الأسعار وما سيترتب عليه من جرائم قتل وسرقة وانتحار والتي تنذر على حد تعبيرهم بكارثة مجتمعية تنهش المجتمع الأردني يكتوي الناس في الشارع الأردني بنار أسعار السلع المستعرة والحالة المعيشية الصعبة والرديئة من جهة تزامنا مع انخفاض الأجور والرواتب من جهة أخرى ما أدى إلى حالة من الفوضى والغليان التي اعترت نفوس المواطنين خبراء ومحللون رجحوا أن أسباب ازدياد معدل الجريمة كالسرقة والقتل وانكشارها في المملكة هي ارتفاع نسبة الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار مما يجعل مرتكبي هذه الممارسات في حالة غضب مستمرة ويلجأون لارتكاب هذه الجرائم دون وعي أو تفكير في العواقب كما يلجأ البعض الآخر إلى الانتحار وذلك لعدم قدرتهم على سد احتياجاتهم الأساسية ونتيجة شعورهم بعدم المساواة والعدالة الاجتماعية ما يولد حالة من اليأس والإحباط والعجز فلا يجدون خياراً أمامهم سوى الانتحار وهذا ما يؤكده العام المنصرم الذي شهد 104 حالات انتحار ارتفاع نسبة الجرائم والانتحار في المملكة تعتبر مؤشراً خطيراً على اهتزاز النظام الاجتماعي وتفتت قيم الأمن المجتمعي في حين تعالت الأصوات الشعبية والحقوقية التي تطالب بدراسة الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها المملكة